بعبارة الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى توالت ردود الفعل المرحبة بصدود مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص وجسد مرسوم العفو الرغبة السامية في استعمال الحق الأصيل الجليل دستورا وقانونا لسمو الأمير حفظه الله ورعى في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن مرسوم العفو رقم ثمانية لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص الذي صدر عن مجلس الوزراء خطوة مهمة نحو تهيئة أجواء التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية والقانونية بتوجهات ومباركة من القيادة السياسية في دولة الكويت الآن يأتي العفو من أمير العفو التي هي قضية منشية من الكرام وأنا أعتقد المفروض أن نستوعب فكرة العفو وفكرة ما يجب أن يتم بعد العفو لأن قضية أهمة جدا نعلم جميعا أن الصراع ساهم في وقف التنمية بالكويت وانشغلت الكويت لسنوات طوال بقضايا الصراع والتخندق وغيره هذا العفو يأتي لتصحيح هذا المسار كذلك القيادة السياسية الكريمة التي لطالما سعت إلى ترسيخ العمل الديمقراطي وإرساء قواعده والسعي والدفع بقواعد الديمقراطية وأيضا قواعد الدستور وكذلك اللمسة الأبوية من القيادة السياسية مراقبون سياسيون وصحفيون أشاد في صدور مرسوم العفو عن المحكومين مؤكدين أن ذلك يمثل علاقة الأب بأبنائه والحاكم بالمحكوم وإيمانا من القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار والبناء والعطاء لا تتم وتكتمل إلا بمصالحة وطنية وفتح صفحة جديدة مضيئة ومشرقة عنوانها تصحيح المسار هذه القيادة السياسية منذ يومها الأول تستمع للناس وتستمع لممثل الناس الآن ماذا عن الطرف الآخر الآن نود أن نرى أقل توتر سياسي أقل انسدادات سياسية أقل استجوابات وقيرها من أمور توقف حال البلد يعني كنوع من رد الجميل أن نقول حق القيادة السياسية أنتوا ما قصرتوا معنا نحن ممثلي الشعب ما نقصر معاكم اليوم الكويت تفرح وهناك أيضا بعد لهذه الرسالة السامية وهي الدفع في عملية تهيئة العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال مراقبة ومتابعة والدفع من قبل القيادة السياسية للحفاظ على هذه العلاقة بأن تكون متوازنة الإرادة الأمورية السامية كشفت عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل الجليل دستورا وقانونا في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن ليعبر ذلك عن إرادة خالصة وعزم أكيد ورغبة صادقة من القيادة السياسية نحو تصحيح المسار وتحقيقا لمصلحة البلاد العليا وترجمة لشعار كويت جديدة فهد التركي تلفزيون دولة الكويت